السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الانتخابات تشريعية المقبلة طريق نحو التغيير يبدأ حتما من مبنى زيغود يوسف في الجزائر العاصمة التجديد والتشبيب والكفاءة مطالب شعبية نحو التغيير في برلمان فعال بالدرجة الأولى في الجزائر وداعا للنواب المعمرين هذا ما يحمله قانون الانتخابات سنتحدث كذلك عن تقليص عدد النواب في الغرفة السفلة للبرلمان هي الحتمية التي أملتها ظروف اقتصادية سياسية وحتى اجتماعية كل ذلك ومواضيع أخرى تهم الشباب الجزائرية في أغلبيتها الذي نشهد عزوفا عن السياسة وعن الانتخابات كيف تقنع الأحزاب السياسية المنظمات القوائم الحرة وكيف تقنع هؤلاء الشباب للانخراط في السياسة للترشح للمشاركة في الحياة السياسية في الجزائر نعود بعد الفاصل أهلا بكم من جديد مشاهدنا في كل مكان في برنامجكم تساؤلات لهذه الأمسية ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ زروق شعبان للإطار السامي السابق في الدولة شكرا جزيلا أستاذ هارم مرحبا كذلك بأستاذنا مختار علالي عضو مبادرة الحسن المتين مرحبا شكرا لكم على الاستدار إذن الحديث اليوم مشاهدينا في كل مكان عن الانتخابات التشريعية المقبلة الثاني عشر جوان القادم الطريق نحو التغيير هل هو فعلا يبدأ من مبنى زيغود يوسف الكل بعد حراك فيفري 2019 أستاذ زروق شعبان يطالب بالتغيير الآن وصلنا لمراحل متقدمة في الإصلاحات السياسية وصلنا لانتخابات التشريعية أستاذ زروق شعبان تعتقد أن التغيير يبدأ فعلا من مبنى زيغود يوسف أم أنه يبدأ من مباني أخرى أقصد مؤسسات أخرى في الدولة يجب أن تتغير كذلك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والتابعين إلى يوم الدين الزلف اللون شكرا على هذا الاستضافة الأستاذ هارون وشكرا ورحب كذلك بالأستاذ ضيفك الأستاذ سيمختار من ولاية بشار أي من الجنوب الذي أحبه حبا جما أولا وقبل كل شيء أن نتوجه إلى خاوتنا في بجاية والولايات المجاورة على الزلزال والحمد لله لما كانت هناك كوارث أو بشرية الحمد لله كان دي ديغا ماتريال هذه أولا ثانيا وهني الشعب الجزائري مسبقا بعيد بعيد الحرية 19 مارس 1962 كان يوم من الشعب الجزائري ونا نتذكره كنت صغير نتذكر كي خرج الشعب الجزائري حقيقة هبة كبيرة وطواق إلى الحرية نقول لك يا أستاذ في المقدمة قلت لك الشعب الجزائري ينتظر في مبنى زيلة يوسف الشباب وينتظر النزهات وينتظر الكفاءات وشبانية وشبانية وها لم يجرى من الفئات المختلفة للمجتمع الجزائري في الحقيقة الشعب الجزائري قبل ما ينتظر الكفاءات وقبل ما ينتظر الشباب وقبل ما ينتظر النساء ينتظر أن يكونوا حقيقة ممثلين حقيقيين للشعب الجزائري عندهم مصداقية شعبية حقا هذه أول شرط أول شرط وهذا الشرط في الحقيقة صعب المنال وأقول في الوقت الراهن صعب بزاف عندما نشوفوا الهيئة الوطنية المستقلة أو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات ما هيش مستقلة ما هيش عندها حقيقة عوامل الاستقلال التي تقدر حقيقة تشرف على انتخابات وتعطيهم النزاهة وتعطيهم التمثيل الحقيقي لأن كل الأعضاء تعالى السلطة معينين من طرف سيد رئيس الجمهورية وأنا أقول لماذا ما تبقاش هذه لماذا هذر الأموال لماذا هذر الأموال على ما بقاتش وزارة الداخلية لأن الرئيس هو يعين هو يعين الوزير هو يعين الحكومة هي يعين الولاد أعضاء السلطة يجب أن يتم انتخابهم انتخابهم لا أستاذ لا يمكن لا يمكن باتاتا تكون مستقلة إلا ما كانوا من تخبيل أستاذ وهذه معروفة معروفة عبر التاريخ ومعروفة في الدول أنا عندي نقطة في النقاش اللي راح تركز على السلطة المستقلة للانتخابات لكن قبل ذلك تحدث واسألتك سؤالي صريح تغيير حقيقة يبدأ من تغيير البرلمان من انتخابات حرة لاختيار ممثلين حقيقيين كما قلت أنت ممثلين حقيقيين للشعب تحت قبل زيغوديوسف شريطة أن يكونوا ممثلين حقيقيين خارجين من الإرادة الشعبية المطلقة أنت قبل لحظات صعب تحقيق هذه المنازل صعب جدا كيف ذلك؟ لماذا؟ لا أستاذ أولا قانون الانتخابات اجعلك ديكوتا ديكوتا بور الفام ديكوتا بور الجان ديكوتا بور الديبلومي هذا الطعنة طعنة في إرادة الشعب لأنه ما كاش واحد الشعب كان الشعب ومبعد تجي الرئيس والمؤسسة الأخرى الشعب هو في قمة الهارم وما كاش واحد لا يستطيع أحدا بما فيها السيد رئيس الجمهورية باش يحط له شروط في الاختيار الممثلين التاعه ما يدلوا حتى وحد شرط لا رئيس لا برنامان لهم يحزنون الكوتا في القائمة ليس في نتائج نعم لا حتى في القائمة لا حتى في القائمة يعتبر طعن في الإرادة الشعبية لا تجيز تملع لي أنت تقول ليش كون اللي راح اللي ديره في القائمة بهذه الطريقة راح تبخص حق الشباب حق المرأة لا 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 الشباب الشباب يعالج المشكلة على الشباب والمشكلة على المرأة والمشكلة على المثقفين يتعاجلوا في إطار ورشات أخرى احنا طرحين اليوم مسألة المجلس الشعبي الوطني مش طرحين مسألة المرأة أو مسألة الشباب أو مسألة المثقفين هذا في ورشات أخرى في ورشات أخرى نفتحهم على مصرعيها المرأة نطيها ونحن نبحث عن تمثيل المرأة في البرلمان وانت تعلم المجتمع الجزائري كيف يعني لو ما توضعش كما قلت انت كوطة للمرأة اقول في القوائم ليس في النتائج ما يكونش حض للمرأة يا استاذ لو كان عارفوها بالإدفاد كانت دولة أوروبية تسبق بها توضع دي كوطة حنعلن زي في الواقع إذا كانت ما كانت المرأة تساوي 20% في المجتمع انت تزي في الأمور وتعطي صورة مغايرة لك دونك راك تكلخل روحك سامحني بالعبارة وزيد تاتي صورة مغايرة للواقع للعالم كما أدرك تقولهم راهي المرأة ممثلة بـ 40% في البرلمان هل هذا التمثيل يزكيه الواقع؟ يزكيه مركز المرأة في المجتمع؟ شكرا الاستاذ مختار علال في الموضوع دائما أتحدث عن تغيير ابتداء من الانتخابات الشرعية المقبلة حقيقة رح يكون تغيير من هذا الانتخابات الشرعية أم أنه ننتظر تغيير في محطات أخرى في استكمال هذا المسار التغيير السياسي والإصلاحات السياسية تكون بمحطات أخرى كذلك أولا بسم الله أحمر رحيم أشكركم على الاستدافة ورحبوا بالأستاذ زروق وأنا نتشرف بوجودي معاه في بلاتو في الحقيقة يعني باش نكون صرحاء في هذا المجال هو الإشكال لابد من رؤية الواقع بمندار الحقيقة وليس بمندار الخيال زيغوذ يوسف مبنى زيغوذ يوسف جزء من الحل وليس كل الحل لابد أن نرى الواقع الآن لابد من تدخل رئيس الجمهورية حتى يستعيد ثقة الشباب للتوجه إلى سندق الانتخابات يعني باش نكونوا واقعيين أكثر كيف نحن مسؤولية الرئيسة؟ مسؤولية الأحزاب؟ لا لابد أن نتكلم على مسؤولية الرئيس مسؤولية الرئيس لابد من تدخل من أجل يعني طرح تساؤلات عنوان الحصة تساؤلات لابد هذه التساؤلات تطرح على الحكومة أنا أعطيك لما نتكلم ونحن مجال ثقة والآن نرى الأسعار تعالى المواد الغذائية ترتفع نحن في الناحية الاقتصادية نتكلم على إنخفاض قيمة العملاء نتكلم على الاستيراد فاتورة الاستيراد دي المشكلة الآن المشكلة لابد نغير الواقع الحقيقي لأن فقد التقة مثلا غير مجال لما نتكلم على الأسعار نتكلم على مجالات أخرى أعطيكنا مثال الآن امتلاحي يعني مثلا للولايات الجديدة في الجنوب لهياكل تاحة غير جاهزة التوظيف مبهم يعني نوجه لها موظفين من ولايات أخرى إلى الولايات الجديدة لماذا لا تفتح مناصب جديدة لولايات الجديدة وبالتالي ما نخلوش يعني نخلق نقص في ولايات القديمة إلى الولايات الجديدة لابد من نفتح مناصب جديدة هذا باش نعطوهم مجال تتقصد هذا الوضع الذي يصفه أنت أستاذ بالمزري هكذا ينعكس ينعكس على تقة مثلا الشباب في الانتخابات طبعا نظرك لما أنا من نلقاش ثقها نشوف الأمور غموض ما معناه مثلا أننا في الانتخابات يتقدموا بعض النزهاء مثلا ولا فئة معينة اللي عندهم شعبية قال ممكن الأصدقاء انتاحهم للأقارب يمشون تاخبوا لهم ولكن الشعب هذا اللي اصبح الآن فقير والبطالة ارتفعت نسب انتاحها إلى نسب يعني كبيرة وما نشوفوا لي أنا رأي نتكلم من واقع مر ما نعطيك أنا أمثلة مثلا مثلا على منطقة بنيوننيف الحدودية أعطيك مثال يعني مثال واضح يعني ورا نحلين الأزمة يعني في دوروف يعني صعبة في الأيام السابقة بموازات مع المشكلة أنه كانت موجودة في الحدود مع المنطقة الجزائرية العرجة التي كان يستغلها بعض المغاربة والشباب في بنيوننيف نعطيك نسبة السكان نسبة السكان 15 ألف من 14 إلى 15 ألف ساكن 1025 في السجون ومناصب العمل غير موجودة بتاتا ولا الناس تعاني البيطالة حتى صبحها يعني الناس تحتجلي البيطالة المشكلوين كاين مديرية الطاقة تعرف باللي نعطيك أنا أمثلة حية يعني تشوف أبار الغاز الموجودة مثلا في ود نموس 20 بئر 20 بئر دلولي هاي يعني الأنابيب وانت وجاه إلى زاوية الدباق في تميمون باش التوظيف يبقى في أدران ما يبقاش لا في الولايات بالشابة طيب أستاذ أنت تشرح في وضع صعب يعني منه الشباب طبعا أنا أفهم من عندك أنه هذا الوضع الصعب للشاب يخليه لا يتق في الانتخابات هكذا هذه الفكرة؟ طبعا يعني هذا الإنسان اللي ما عندهش يعني منصب عمل ما عندهش مدخول هذا كيفاش تقنعه يمشي دير بطاقة الانتخاب كل غالبية أنت الشباب مش مسجلين حتى في القوائم الانتخابية هذا الفكرة أريد أن أستمر في هذه الفكرة نعم نعم أنه الواقع ونحن نتحدث عن تقعة عودة التقيقة للشباب نعم الواقع الصعب الاقتصادي هو اللي يخلي أنه الشباب لا يتق في العملية السياسية هذي فكرة صحيحة؟ لا 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 هنا طرحة طرحة غير صحيح للواقع شوف الشعب الجزائري بشن لي؟ ليه يجب تعرف الآن الشعب الجزائري يجب تعرفه أنا نعرف الشعب الجزائري مليح الشعب الجزائري كيناز في الرابيع الأمازيغي قالوا هم القبايا الناظه الساقطوبر coma 88 قال الناظه على كرشهم هذي الخطرة الشعب ماناش على كرشهم حب الحل السياسي الحل السياسي خلي الزيت هكذاك ما تجيب له ولا زيت لا سكرده ولو حل السياسي من خلال الحراك تفهم باللي الشعب الجزاري بلغ من الوعي السياسي أشده قمته والآن هو يطلب في الحل السياسي لازم على السلطة أن تقدم حقيقة عربون باللي هناك إرادة سياسية فولادية لتغيير الواقع ولبناء كما قال السيد الرئيس بناء جزائر الجديدة نقول لك بكل صراحة أستاذ وأنا أعرف السيد الرئيس معرفة جيدة وهو كذلك يعرفني أنا صادق منذ الانتخابات الرئاسية لا جديد لا جديد يذكر لا جديد يذكر نحن حبينا عربون أستاذ يطيع عربون للشعب الجزائري أن هناك قاطعة مع النظام القديم قاطعة الحقيقية أنا أقول لك بكل صراحة ربما تقولي أنت قاصر ما تشوف شمليح أنا مني شايف حتى عربون مدوا أو إجراء حقيقة لدل دلالة قاطعة على القطعة وعلى انطلاقة جديدة أعود بك للواقع نحن أمام استدعاء هي أناخبة بعد ثلاث أشهر نحن أمام انتخابات الشرعية مقبلة نعم الآن الحديث هل حقيقة سيكون هناك كيف يكون هناك تغيير كيف أنت قلت في البداية سمح لي تقول في البداية صعب جدا أنك تطلع ممثلين حقيقيين للشعب يشير يشير أستاذ هني أقول لك السلطة 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 الانتخاب هذه ليس لها مستقلة إدارة بس زدنا هدرنا مسارف كبار مسارف كبار من أجلها ولكن نعود تحدث عن ممثلية الشعب ومثل يطلعون طريق قوائم يطلعون أحزاب وكذلك القوائم حرة يا أستاذ يجب من الانتخابات تكون شفافة وتكون حقيقة نازيهة هذه الميكانيزمات والشروط تعلق الشفافة الشفافية والنزهة غير موجودة أنا أقول لك سيد رئيس سيد الشرفي محمد صديق واللي عينوا بزاف من القوضات عبر الوطن أصدقاء ولكن نهدر على المؤسسات مش نتعلم في مصدقية الأشخاص حاشة مش نلتعلم في مصدقية الأشخاص ولكن نهدر على الميكانيزمات وعلى الشروط وعلى الهيئة في حد ذاتها كمؤسسة الانتخابات ما فيها لا شفافية لا نزهة لهم يحزنون طيب خلينا نتحول الأستاذ مختار علالي أنتم كذلك عن طريق مبادرة قدمتم خلال هذه الفترة مبادرة حصل متين وش الهدف تعكم من خلال هذه المبادرة وين حابين توصلوا هكذا باش نربطوا مع كلام الأستاذ الرغشعبان طبعا نحن المبادرة نتعنا بنناها أول هدف تقوية الجبهة الداخلية حتى يتم حماية الجزائر من المؤامرات والتدخلات الأجنبية التي تمس ب أولا الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتانيا لحماية كذلك الشباب من الأفات الاجتماعية ومن جيد هذا الأمر مشترك كل أطياف سياسية في الجزائر طبعا جانب سياسي جانب سياسي يعني أنا على الأستاذ يعني في الحقيقة بالنسبة للسلطة المستقلة السلطة المستقلة مدامت موجودة بالتعيين نحن في الحص المتين عدنا عدة لائحة مطالب سنقدمها للحكومة في الأيام المقبلة تتعلق ب مطالب حقيقية للتغيير الجدري لأن المطالب هذه نحن خذناها تقريبا من الحراك لأن الحراك فيه مختلف أطياف الشعب تلقى مثلا بروفيسور في الجامعة وتلقى بناء وتلقى كذلك بطال وبالتالي تختلف مطالب هذه الفئات تلقى كذلك المرأة العاملة والمرأة المطلقة والأيتام والفقراء وبالتالي تختلف مطالب هذه المطالب وضعناها في لائحة مطالب سنقدمها الحكومة يعني من صميم مطالب الشعب حتى على الأقل أن الحكومة تنظر بالمنذار الواقع لأن لسنا نتكلم من مصداقية لانتخابات وين تبنى ما تقدرش تقنع يعني مأساة وبؤس الفقر ما تقدرش لأن هذه شيء مرتبط مع بعضه لأن الأمر السياسي بش يكون استقرار سياسي لابد أن يكون هناك استقرار اقتصادي يكون هناك استقرار اجتماعي وبالتالي لابد أن نبني حكومة تكنقراطية تبني استراتيجية حقيقية للمستقبل القريب ما تكلموا على الانتخابات الشرعية الانتخابات الشرعية الآن الواقع المر الموجود رغم أن التغيير في القانون للانتخابات لكن لما نلقوا قانون الانتخابات مثلا نعطيك أنا مثال على ولايات الجنوبية التي فيها ثلاثة مناصب ثلاثة مناصب بالقانون يقولك لازم واحد يكون أقل من 40 سنة لازم يكون نصف مرأة معناها ثلاثة لازم تكون فيهم مرأة لازم يكون فيه واحد أقل من 40 وواحد من نجيبه بالتالي هنا المشكل هنا المشكل في قضية أولا في القائمة كيفاش تكون ومن بعد في الانتخابات كيفاش تكون المنافسة على ثلاثة مناصب هنا كان أمر آخر وهو المنافسة غير المشروعة اللي يدخل فيها أمور نعرفها في المجتمع والحرود التي تطرحونها في الحصن المتين لكل هذا النقاط لا النقاط نحن الآن مثلا الانتخابات التشريعية أمر فات لأننا لازم فقط نحاول كيفاش أننا نبادر إلى وضع إطارات لتشارك في الانتخابات الشريعية باسم الحصن المتين لأن الحصن المتين هو عبارة عن جمعية وطنية تجمع جمعيات ومنظمات لم تشارك في الأزمات السابقة هذا النقطة بالضبط وتحدث قل جمعيات وإطارات لم تشارك في الأزمات السابقة أستاذ زرق شعبان المجتمع المدني الآن ينظم روحه وهيكل روحه شفنا خلال هذه الفترة نحن لا ندخل في نيات الناس فيه من يقول أنه فيه ناس صادقين وفيه من يقول أنه فيه ناس حابوا يركبوا الموجة كيف تشرح الوضع يا أستاذ خليك أنت تستنتج أنا أريدك معطيات فقط وأنت تستنتج والمشاهد كذلك على بالك يا أستاذ لدينا أكثر من 120 ألف منظمة الأغلبية ساحقة ريعية سنة فيليسي تمدلها الدولة والولاية والاكومين معروفة هذه كانت باش يجندوها في الدستور يجندوها في الدستور الدستور جاب 23% من المخضرين هذو 120 ألف اللي ندوهم ودروا حمالات نديروا بلي عشرة برك فوتا في كل جمعية فوتا وعشرة 120 ألف عندك مليون وميتين فوتا ومية عندك 12 مليون هذي لكون فوتا وغير عشرة فوتا ومية في الجمعية عندك 12 مليون كان يستدقوا على الدستور سيطادير 50% مثل ما تفهم يا أستاذ بلي هذي الطريق هذي وهذا الحساب اللي تضعون تها حساب حتمي؟ لا لا مشي حساب حتمي هل ينطيق يا أستاذ قال لك اللي جرب من جرب عقلهم خرب احنا عنا تجربة تعد دستور عنده 6 أور فقط جاء تم تجنيد من طرف السيد مستشار الجمعيات على مستوى الرئاسة يك صالة وجالة في الوطن ودر ودر وكذا 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 النتيجة النتيجة فنترو وابورسو فنترو وابورسو حب يقول مين بال جمعيات هذو تعمية وعشرين ألف ما قدرش يجن دول وعشرة كنت دول وعشرة كنت جن دول وعشرة كنت جن دول وميال وواحد لعشرة بـ 12 مليون يا أستاذ معناها السلطة الوطن المستقلة اللي أشرفت على هذه الانتخابات الانتخابات كانت نازيها مدام 23% كما تقول يا أستاذ يا أستاذ هني نقول هني الفكرة لا لا ما عليش نازيها يا سيدين أنا هذرو على الجمعيات إيه أستاذ أنا هذرو على الجمعيات ونهضرنا على الدستور مش على الأشخاص أشخاص حجة أخرى يا أستاذ شوف عمرنا مين بنا احنا من ديرو سياسة النعامة السلطة رأي تنتهي سياسة النعامة ما حبتش تشوف الوالقة بحذافره الواقع بحذافره لا يزكي الأطروحات على السلطة لا يزكي باتاتا السلطة في جهة والواقع في جهة في جهة أخرى أنا نقول لك شوف نجيب لك مثال تاريخي أستاذ تربى مراك شاب وأنا أحب الشباب ولسه منهم فيه وقت بومدين الله يرحمه ويسع عليه أعلينا بغي بومدين أنا نقول لك على ربا من ناس ما تتفقش قال سياسة تعه كذا وهذه كذا وهذه كذا ولكن نهارا اللي شوف قدر الظروف هو ومن معه باللي الحكم تعبن بالله ما يصلحش واش داره سمات صحيح طوري ما يقدرش يسمي كو ديطا ولكن بومدين جاب كو ديطا ولكن اكتسب الشرعية اكتسب الشرعية بالأعمال بتاعه في الواقع وهكاش عنده أصل في الشرعية وزاد واش دار ما بقاش يغلط الشعب الجزائري الحق حل البرلمان قالوا ما نخدموش بالبرلمان نحب تسد دستور قال نحب سد دستور حتى ثلتاشن سنة 11 سنة بعد باش دار لاشارة نسونال ودار الدستور ودار في السبع وسبعين تخبو عليه وقدر اكتسب الشرعية بالأعمال تاعه لا إلى درجة أن بوضياف رحمه الله الرئيس بوضياف رحمه الله كي سمع وشاف الجنازة تاع بومدين كيف جلت كان عنده حزب حلو حلو قال لهم خلاص قلنا عليه بومدين باللي كان على صواب يتزم أن يا أستاذ كما يقولون ناس يلفو بخوندر لطورو بارلي كورن ما تبقاش الدور وستاذ ونفيد لابوليتيك جيرون بوان رانندورو رانندورو في حلقة فارغة وراح احنا أنا ما حبيت الجزائر تسمى جزائر الفرصة الضائعة راح نزيد ونضيعوا فرصة واحد أخرى ضيعناها مع الدستور راح نزيد ونضيعوها مع الانتخابات البرلمانية وراح نفس البرلمان راح يجوه بأوجوه أفهم فكرة تاعك أنه لن يكون هناك تغيير بالانتخابات الشرائية أبدا أبدا بالطريقة هذه يلزم حوار أستاذ يلزم حوار سياسي وطالي ما يقصيش القوات الحية في البلاد قواتها المعارضة مهمشة مهمشة للنخبة نخبة الوطنية رافي ديارها رافي ديارها هذه الديمقراطية رأيه ورأي الآخر أستاذ مختار علالي لن يكون هناك تغيير كما قال أستاذ زروق شعبان بالانتخابات الشرائية بالطريقة يعني لرهي ماشي بها ما يكونش كاين تغيير هذا رأيه موافق أنا الأستاذ لذلك أنا تكلمت في حصة مرة فتت معاك في البلاتو تكلمت قلت لابد أولا من تغيير الحكومة تغيير جدري عربون تيقى اللي تكلم عليه الأستاذ تكلمت عليها أنا قلت على الأقل نديروا حكومة نقلصوا فيها عدد الوزارة إلى 13 إلى 17 أو 19 نوزير عربون هذا يسمى ترشيد النفقات بالليل الحكومة عازم على أولا تخفيض التكاليف لأن المشكلة الآن التكاليف اللي تكون في الانتخابات ستكون تكاليف دخمة وفي الأخير ربما سننتج برلمان له نفس السيغة مع البرلمانات السابقة وبالتالي هنا نوقع في مشكلة أستاذ تتكلم من منظور اقتصادي بما أن اقتصاد أستاذ في اقتصاد طبعا منظور اقتصادي كان يتكلم من منظور سياسي لا منظور سياسي وافق لمنظور الاقتصادي في جوانب بالتالي أنا نتكلم أنا عليش أعطيتك مثلا المبادرة نحن نتعى الحسن المتين نتكلمنا على أساس باش نقوّل جبهة الداخلية نتكلمنا في العديد المرات اليوم أسسنا للمبادرة وبالمناسبة درنا يعني انتخبنا رئيس اللي هو ياسين مرزوقي وبالتالي احنا رانمشين في هاد مبادرة باش نقلوا الحقيقة انتعي انشغالات الشباب وانشغالات كامل أطياف الشعب للحكومة ولرئيس الجمهورية لأننا راننا نشوفه باللي الحكومة تغد الطرف عن مطالب شعبية لما نتكلموا مثلا على المطالب الموجودة في الحراك ما هيش مطالب غير مشروعة صح فيه الشعارات هذيك اللي صبحت الآن شعارات داخلة وغير مقبولة حتما يعني من أي طرف من الأطراف بالتالي هذيك شعارات داخلة تحاول زعزعة استقرار لكن كان هناك مطالب لفئات المجتمع التي يجب الإنصات لها بالتالي باش نقطع الطريق عن هؤلاء الذين يريدون زعزعة استقرار الوطن نحاول أن نستمع لغالبية الشعب التي تعاني لأن المجال تقى الانتخابات كيفاش تكون لو كان ما تكون اشتقى بين الشعب وبالحكومة أنا لما تكلمت عن الحكومة الآن كل الوزارة ما زال في المكاتب بتاعهم ما خرجوش الميدان هذا شيء عيب هذا شيء أنا أعتبر يعني هذا شيء يسيء حتى لمسداقية الرئيس يعني يعني لمسداقية الرئيس في المحاك انتخبها الشعب يعني فئة معينة فئة كبيرة من الشعب انتخبتها باش نكونوا واقعين باش ما يقولوش عسرة ملايين اللي انتخبتها الرئيس لكن الآن بدأت نستفقد التقى بسبب وجود حكومة غير فعال نعطيك مثال أنا بسفتي اقتصادي بغيت نعرف وش هو سبب ارتفاع الأسعار في الأسواق في الأسواق لما المستورد يجيب سلعة يدخلوا الصماصرة الصماصرة يرفعوا الأسعار بما يسمى نسبة الكوس ينتح هؤلاء يعيدون بيعها لتجار الجملة تجار الجملة أنا أرى أني مسؤول وش أني نتكلم كذلك لما نتكلموا على وزارة الفلاح ننتكلموا على وزارة تجار الفكرة واضحة أستاذ بها نواصلوا في دقاشنا أنا حالفرصة فقط أستاذ يروح شعبا الأجساد المخترع للي يرى أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الراهن ويرى أنه الذهاب لانتخابات تشريعية يكون فيها ثقة تمد ثقة للشعب أنه يروح ينتخب بتغيير الحكومة شوف أنا أقول لك الشعب الجزائري بالغ من الوعي ما بالغ ما شاء الله يفرق ما بين الجزائر والدولة تحى والمؤسسات تحى والجيش تحى والمؤسسة الأمنية تحى لأنه يعرف باللي الدول بدون هذه المكونات ما تقدش تقدم أبدا أبدا الدولة اللي ما عندها بلادها على الصح ودولة على الصح ومؤسسات وما يحترم في الجيش تحى والمؤسسة الأمنية أنه بيجاميا أبوسي هذه الشعب الجزائري يدريكها تمام الإدراك ولكن الشعب الجزائري كي ينتقد ينتقد السلطة السياسية وسيد الرئيس له الفضل أول رئيس جمهورية جزائري قالهم أنتقدوني أنتقدوني سوّبوني كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانترضاه وهذا يعتبر جانب إيجابي وإيجابي جداً للحكومة الحكومة في الحقيقة وشنة حكومة أو قالها السيد الرئيس كي قال الحكومة كي نماشي وضرب فيه ابتسامة أفهم الشعب أفهم الشعب الشعب كي تقوله فيها وعليها يفهم كلش هو السيد الرئيس هو يصدر حكم والشعب الجزائري مفقوا في الحكم واضحة فكرة فيها وعليها ما أنت فيها جانب إيجابي فيها جانب سلبي هو من باب اللياقة وكذا كذا باش ما يقولش قاع ما كاش إيجابي هو ما حبي يقول ما كاش قاع إيجابي من باب اللياقة هذه هنا ندخل في النية ما عليش أستاذ وش حبيت نقول لك أستاذ هذه المسألة ميش مسألة حكومة أو مسألة جيش أو مسألة مؤسسة أمنية أو مسألة الجزائر برمتها لازم كما يقوله الوهارنا خيرة تقابل خيرة والصحيبان يزمنا هضروا الحقيقة للشعب الجزائري من أنت أستاذ أيو عقل تسير أمة بالقوانين ناظرنا ناظرتنا المسألة تعال المرأة العنف تعال المرأة وتعال الإختطاب دير قانون قال لك حقها حقها الجنسية زي دقصية زي دير قانون قال لك ما جعب وش صراله زي دير قانون قانون ونجير بان بي بار دي لوا كمسا ونجير بان بي بار دي لوا يدي ميكانيزمي يدي بان جوورنانس تعالف أستاذ أنا عندي مشروع اليوم أبيح به إلى الشعب الجزائري أنا بيصدد إعداد جمعية وطنية سميتها الأكاديمية الجغية دي لابان جوورنانس الأكاديمية الجزائرية للحكم الراشد سوف نشأها بمعية نخبة وطنية من جميع الولايات ونقدمها إن شاء الله إلى وزارة داخلية وإن شاء الله يوفقوا على المشروع هذا لأن الجزائر يا أستاذ المشكلة الأول والأخير اللي تعاني منه الجزائر هي الحكامة الوطنية والمهلية وحتى الخارجية من خلال طيب الآن أصبح لدينا الحصل المتين هو كذلك الأكاديمية الجزائرية لحكم الراشد لا تكسر هكذا جمعيتين لماذا الحصل المتين لماذا هالتسمية لا الحصل المتين نخسرنا الإسم أولا المتين هو إسم الله والحصل لحقق حصل للجزائر يعني ويكون هذا الحصل قوي يمتاز بتكاتف الشعب الجزائري نحو حكومة حقيقة راشدة اللي يتكلم عليها الأستاذ الحكم الراشد وش هو وخذوع السلطة السياسية القانون هو تفاعل سلطة شرعية مع السلطة التنفيذية هو قوة نظام القضائي وعدالته هذوره غيبين عندنا المقومات نسع الحكم الراشد خصائص الحكم الراشد وش هو وجود حكومة تكنقراطية فعالة قطاع خاص فعال ومجتمع مدني وواعي وراقي الآن في الانتخابات غير موجودة غير موجودة كذلك الآن حتى بالنسبة للقطاع الخاص على الأقل مجتمع وواعي عندنا لا الأستاذ رأي يقول مجتمع مدني وواعي حقيقة يعني نشوفه في فترات معينة لكن في الانتخابات يفقد هذا الشعب الوعي لأنه يصبح الآن تصبح القبليات تصبح يعني الشعبوية يعني التوجه نحو أبناء العمومة يعني لا خليني نكمل الفكرة أنا باش باش نأكد لك دور الحكومة حتى يكون هناك مجال ثقة لأن الأستاذ يعرف الجنوب مثلا تصور أن الناس تعيش أعرض هو أحبه وتعيش فوق الألماص وما زال الناس حفات عرات عيب لو كان الحكومة كيفاش علي هذا تمشي البرج باجي مختار ولا تمشي العين قزام ولا غي فقط مثلا أعطيك أنا على ولاية بشار على مثلا ابني والنيف ولا أعباد ولا أبوكيس ولا تاغيس ولا ناس اللي فوق المحادن وتروات تمينة والمشكلة أن الناس ما زال تعيش الجوع وانت تقول لا رح لانتخابات سنعود لازم على أقل سنعود ضيفين كلمين بعد أن يرفع على أسمعنا في هذه اللحظات مشاهدينا في كل مكان آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن عود لكم من جديد المشاهدين في كل مكان لاستكمال برنامجكم تساؤلات أرحب بضيفين مرة أخرى أستاذ الروق شعبان إطار السامي السابق في الدولة والأستاذ مختار علالي روض مبادرة الحسن المتين أستاذ مختار علالي سأعود إليك أستاذ الروق شعبان فيما يخص تقليص عدد النواب الغرفة السفلة القرار الذي جاء في الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية في رأيك وإضافة من دون شكل عشر ولايات أخرى جنوبية لها كل هذه المقاعد يعني بالحديث عن كل هذه التغييرات ترى أنه أمر إيجابي أم أنه يحتاج لإعادة دراسة أم أنه لأنك تحددت عن كيف الوصول لثلاث ممثلين عن بعض المناطق الجنوبية اللي صعب أنك تدير فيها قوائم طبعا هي رغم أن الأمر هذا يتعلق بترشيد نفقات نحن دايما ندافع تقليص مرتبط ترشيد نفقات طبعا تقليص حوالي خمسين أو خمسة وخمسين كان 462 صبح الآن 407 يعني النسبة كبيرة وبالتالي هذا شيء إيجابي يعني أنا كنت نتمنى أنا رئيس الجمهورية صدر مرسوم آخر لتخفيض أجرة النواب أو جعلها على الأقل عمل تطوعي اللي بغي بشي مشي نائب يحافظ فقط على الأجرة التي كان فيها في المنصب الأصلي حتى نمشو لحقيقة من يمثل الشعب بالحقيقة مشي ناس الآن في صباح صراع أستاذ يكون لك صعب جدا أنك طلع قوائم فيها لا ما فيش صعب لما يكون أمر تطوعي فقط الناس الوطنيين المخلصين اللي تقدموا الانتخابات لأنها ما على بلاش باللي كان أجرع الأجرع لازم تمشي الامتيازات بالنسبة النائب حتى الحصانة البرلمانية لابد أن تكون مرفقة فقط في أوقات العمل في أوقات مناقشة القوالين لماذا الحصانة دائما نفرقوا الآن هذا هو مجال تقال لماذا تكون قوانين هذه حقيقة أن الشعب يزيد نحن رأنا في الحصانة الماتين ندافعوا على أساسا أن الشعب يكون يهب هبا كبيرا للانتخابات لكن نحن نتمنى كذلك تزيد هذه القوانين لتزيد مجال تقال قال يصدر قانون لمرسوم تنفيذي قال أجرة مثلا النائب لي ما عنده حتى أجرة ويجي منطوع ممكن أنا لا نخص أجرة اللي عندها أجرة سابقة يجي كمتطوع من انتخبها الشعب هنا نقوم بترشيد نفقات جانب آخر في المرسوم أن الحصانة مرتبطة بأوقات العمل فقط ما تكونش خارج العمل حتى باش ما يستعملش جريمة استغلال النفوذ اللي صبحوا وبعض النواب يستعملوها هذه النظرة نظرة يعني قطع كبير من الشعب الجزائري لنواب وما جرى خلال أهدات سابقة نتعنا في الحصن المتينة يعني رأينا نشوفها من أعماق الشعب هالكلام لكل تأكيد لكل أعزم الواعي خليني مع الأستاذ روق شعبان الآن دائما في نفس الإطار بغض نظر عن يعني الإصلاحات التي قلتها وتحدثت عنها سلطة وطن المستقنية واتخابات وأمور أخرى تحدث عن تقليص عدد النواب عن الوصول لنائب الحقيقي ليس النائب اللي يروح اللجة الشهرية لأنه البرلماني مرتبط في ذهنه بشهرية وبالحصانة ما إلى ذلك وبالجيروفار جيروفار أستاذ ليتعالجيريا نيبان نيبيسي دولة الجزائرية كبيرة بزاف دولة الجزائرية مش بيسرية ربعة دورو منا وخمسة دورونا تقليصنا فقط مش في الجانب هذا باتاتا الشعب الشعب قابل يدفع للنايب مئة مليون في الشهر ويفرح بها نحن يصيب حقيقة النايب هذاك هو اللي يختاروا هو اللي يمثلوا يطيلوا مئة مليون ويزيد يطيلوا فيلا ويطيلوا عشر طنوبيلات أنا نقول لك بالصح كي تجيب لي نواب ما بين قوسين عمرها مصرات في العالم بللي النائب يدي التقعود عربك ما كان في حتى العالم النايب يدي علاوات عربك بللي النائب كل وزير وكل إطار السامي اللي في ناحياته في خدمة الدولة يدي سمع مليح هدي من الكبائر كان كبائر سبعة هدي الثامنة هدي الثامنة للجي بي تي يدي يدي لاريوترات يو دي معليش يديوا مئة مليون يدي لاريوترات زي دي طنوبيل زي دي ويش حبيت يكون التمثيل الحقيقي الحقيقي اللي يمشي للبرلمات عزيرة يوسف اختاره شعبه الجزائري البطل ما يكونش اختاروا واحد آخر ولا اختاروا جهات معينة الجزائري عمره ما كان ني بي سي ولا هاي كده كي عرب اللي النايب حقيقة يمثله ويجي يضرب عليه ويجي ازره في المشاكل كي يجي في الحملة الانتخابية ويطبطب لهم بعد يهرب يعيش في تليفيزيونوات ويبدأ يسجم في روحه ويدي الكوستيم ويتصور مع الوزير سامحني سامحني يكمل لك غير هذه يتصور مع الوزير ويديرها في غرفة النوم يزوق مع مرته يقولها شوفي هذاك الوزير لك تفيد تليفيزيو أنا مصور معاه سيد زروق شعبان أنت تتحدث عن اختيارات الشعب أسألك هذا السؤال قد يسألك الكثير من المشاهدين شعب جزائري يختار حقيقة ممثليه من ترى في الواقع الآن أنه ممكن يسيطر على أغلبية البرلمان من أحزاب السياسية أنه قوائم حرة يا أستاذ أحزاب السياسية ما تجبش عليها المدى من الواقع أنت تحدث قط معارضة ما تجبش عليها المدى كأن واقع سياسي تسميها الحراك التاريخي الحراك التاريخي العظيم الحراك ماذا سيقدم قوائم حرة اسمح لي أستاذ كان الحراك الحزاب السياسية ما تجبش عليها المدى والشعب الجزائري يعرف بلي الأحداب السياسية كامل 70 و 80 هذا كلها في بطاقة واحدة وزيد لها الجمعية 120 ألف ما يمثروش عشر أفل المياه من الشعب الجزائري هذه الشعب الجزائري متافق عليها الشعب الجزائري يعرف رجاله يعرف رجاله يعرف النزهاء 印انية عن النزاه هذا ما يجعلهم شي يفوتهم ما يجعلهم شي يفوتهم يعرف عنده التجربة الماضية يعرف 3 ربيعة ولو فاردنا جدل أنه هذه النزهاء يتقدموا لانتخابات الشرعية ما يتقدموش في الظروف هذه يا أستاذ ما يتقدموش أبدا يجيب لهم سلطة وطن مستقبلة وهي لا استقلالية لها ويجيب لهم قانون تعقوطات ما يتقدموش أصلا يروحوا في بيوتهم ولا يروح يدروا الحراك أشكرك جزيلا أشكر 30 ثانية فقط أنا نخالفوها الرأي في هذه نحن في المبادرة نحن المتينة نحاول كيف نخير ناس النزهاء وإطارات وناس كفاءات ونقدموهم الانتخابات لماذا حتى يكون هناك حقيقة المشاركة الشعلية أهدي لك هذا هذه تعول دي 16 سنة دال رونار أفهمي نهديها لك لك تحية لي كل ابنك الكريم شكرا جزيلا لضيوفنا سيزروق شعبان وسي مختار علالي شكرا لكم مشاهدين في كل مكان على المتابعة نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله إلى اللقاء